الحملة السادسة عشر هذه السنة أخذت أبعاد مهمة أولا لأنها جاءت في سياق تنزيل القانون 133 للعنف ضد النساء ولكن أيضا لأننا نريد أن ينخرط الجميع فرفعنا شعار تعبئة جماعية ومجتمعية لوقف العنف ضد النساء ركزنا في هذه الحملة وانطلاقا من السنة الماضية بإعلان يؤثرنا في الاشتغال كوزارة مع المجالس الترابية من أجل انخراط جماعي لمحاربة العنف ركزنا وراهلنا على دور المجالس الترابية على اعتبار أنها هي الأقرب من المواطنين على اعتبار الاختصاصات الجديدة المنوطة بها على أساس الأدوار والاختصاصات كذلك المشتركة فيما بين الإدارة المركزية والمجالس الترابية وكذلك لأن المجالس الترابية تؤمن الكثير من الشروط الضرورية لتحقيق حماية المرأة من قبيل توفير الإنارة من قبيل الصهر على توفير الأمن الكافي في الفضاءات العمومية وغيرها من الشروط لننسى الدور المهم الذي تقوم به جمعية المجتمع المدني على اعتبار الشراكة التي تجمعنا وإياه سواء كانت مراكز الاستماع لنساء ضحايا العنف والتي ندعمها على مدى ثلاث سنوات متتالية دون تقطع ثم كذلك الدور الذي تقوم به من حيث التعبئة من حيث الترافوع من حيث كذلك تأطير المجتمع لأننا في حاجة إلى تأطير كذلك المواطن على اعتبار أهمية ثقافة الاحترام أهمية أن يكون هناك العيش المشترك في فضاءات أو في مناخ سليم ومستقر إذن نستهدف اليوم الجميع لأننا نحتاج إلى تخفيض كل الكلفة الاجتماعية والكلفة الاقتصادية للعنف الذي يطال المرأة نحتاج إلى توفير بيئة لتنزيل القانون بالاستعداد لتحقيق حماية أكبر للنساء من العنف الوقاية من العنف ونحن اليوم فاتحين الورش ديال إطلاق استراتيجية جديدة لوقف العنف وكذلك تحقيق التكفل الحقيقي بالنساء ضحايا العنف قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا وفلاشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة